وفي أسر المنصوري بيدخل باسل وأمر معاه وأحسين بجدية باسل تعال ورايا وباسل استغرب من طريقة أبوه أمر اطلع دلوقتي حاضر وبتطلع أمر قدتها وهي مبسوطة جدا ودخلت الأوضة وقلعت النقاب ومسكت سورة باسل ودحكت يا رب يا رب أنا بحبك قوي وعرف أن هنا عيشة علشان حاجة معينة ولما تحصل احتمال هو اللي يتردني بنفسه يا رب يا رب ما تعلقش قلبي بيه لو دلها يحصل أو يزرع حبي في قلبه وحضنت الصورة وهي بيتنام على السرير وفي المكتب نعم يا بابا اتفضل انت عارف يا باسل اني ممرضاش بالظلم صح قصدك يا بابا أنا لما قررت انك تتجوز أمر كان عشان تخلف منها طفل لكن مش معنى كده انك تظلم نيرا معاك انت عارف انه عمري ما ظلمته وانها هي اللي وصلتنا للمرحلة دي ولو يا باسل انت الراجل ودي مراتك وليه حقوق عليك وانت فهمني كويس ايه اللي خليك تتكلم في الموضوع دي يا بابا مراتك يا باسل بيه نيرا البنت نفسيتها تعبت قوي حتى لو ما تكلميتش معاك فانا ابوك ولازم انصحك اعدل بينهم يا باسل تصبح على خير يا بابا وطلع عدته مع امر والاهانا يموهي حط نصرته وابتسم وانحنى المستواها ودى الهبوسة واخد الصورة منها وشال الطرحة من عليها وحط يضع على شعرها وبيفكه وغطها كويس وخرج من القوضة وفي جناح باسل مع نيرا فتح الباب بغضب ودخلوا لانيرا وقفوا قدام الميراية وبتحط عطرها ولبسه فستان واول ما شفيته جريت علي وحضرته توحشتني قوي يا باسل بقلك كتير قوي مش بتسأل فيه انا مستنيك من زمن قوي وباسل بصلها ببرود وسكت ونيرا بدون مقدمات بسته وبعد مدة باسل بياخد اميسه هو بيلبسه هو بيبصل نيرا ببرود ما تخليك معايا بقى يا باسل عايزة يا نيرا اظن اذا كان اتفاقنا من زمان وانت اللي عملت النظام ده استحملي بقى ونيرا بسرعة بتقوم انا عارف ان انا اللي عملت النظام ده وان كل واحد ينفقوده لكن خلاص انا اسفا بجد تعلن لغى النظام ده وباسل بابتسامة ساخرة يا ريت عليك الصغير ده كان فيهم قبل كده رايحا ده مش كده ملكش دقل باللي بيني انا وامر انا عايزة عرف ايه اللي بينكم البتي دي سحرت لك فهمني ده حكت عليك ازاي بنت اللي وقال منزل على وشها واعت ومسكت وشها بغل اسمها امر المنصوري ولما تتكلم عنها تتكلم باحترام بتدرمني علشان حت تتعيلها باعت نفسها وهتباع ابنها بالفلوس دي واحدة زبالة رخيصة انت فاكر ايه انها هتقبل تتجاوز واحد قدبوها ليه وباسل فكر في كلامها وبصلها بغضب وخرج من الجناح وفي جناح باسل مع امر دخل لامر نيمة زي الملاك وبتسم بحزن ودخل اخد شور ولبس بانطلون قطني وراح نام وشد امر لحضنه وهو بيفكر في كلامنا يرى ونفض الافقار من دماغه وشدها لحضنه اكتر وخد انهو نام والساعة اثنين بالليل امر حسد بحركة في القوضة واميت بخوف وقلبها بيدق بسرعة لان النور كله مطفي في القوضة وامر بخوف باسل مين وراحت تشوف ايه المشكلة لكن فجأة لقيت حد ايدها وامر بقيت بتضرف الشخص ده وبتحاول تبعده ابي دان انت مين باسل الحقني وفجأة حط ايده على بقها وامر فضلت تتحرك وتبعد بخوف لحد ما النور اشتغل وامر مغمض عنيها وبتعايد بنهيار وهستيريا ايه دي ايه دي دانا انت هو ايه اللي حصل مفيش الكهرباء قطعت عن القصر فكنت بشوف المشكلة مع البواب وليه تعمل كده انا كنت هموت من الرعب انا اسف خلاص بقى ما تزعليش وامسح دموعك دي وامر مسح الدماغة هو بصت له يلا روح نامي وما تخفيش وانت مش هتنام واحسين من برا باسل في حاجة سمعت صوت صراخ لا يا بابا ما فيش حاجة ما تقلقش يا حبيب ماشي يا ابني تصبح على خير وانت من اهل الخير يا بابا انت مش هتنام لا حاسس ان انا الان طب هتعمل ايه الا بذكر الله تطمئن القلوب هصلي قيام الليل وبعدين الفجر هيكون قزن طب استنى توضى واصلي معاك ماشي يا امري ادخلي يلا وبعد مدة طويلة باسل بيقرأ في المصحف بصوت عذب تهدأ له النفس لدرجة ان امر بات بتعيت من خشوع صوته صوتك حلو قوي عمري ما تخيلت انك حفز القرآن الكريم ليه بقى ايه يعني مش عارفة انا درست علوم اسلامية وشوية في الفقه والسنة والحمد لله خاتم القرآن انت بجد جميل جدا وانت طيبة قوي يا امر صحيح افتكرت ايه وباسل ميسك ايدها وقام وراح وقف قدام المراية وطلع خاتم ودهولها ده ليه انا وباسل بفرحة لفرحتها بس راسها طبعا يا امرت وابتسمت واللبسة الخاتم وكان جميل جدا وفي صباح يوم جديد باسل ساب امر نايمة وام اخد شاور ولبس بدلته ونزل الشغل وفي قوضة امر سحيت من النمو هي مبسوطة وهي بتفكر في باسل وفي حياتهم سوا وخصوصا انه شخص قويس وليسا جواها قلة لكن بتحاول تتغضى عنه ولي بسيت هدمها ونزلت لقت والدتها قاعدة مع حسين صباح الخير صباح النور عملا ايه مع جوزك يا بنتي الحمد لله يا عمي قويسين الحمد لله الحمد لله ربنا يا ساعدكم يا بنتي انا هطلع اععد في الجنينة شوية تعالي يا قلبي عايز اتكلم معك فضل يا ماما منار ونوارة ما لهم دول كمان مش خلص خلصنا من عثمان يا بنتي استني بس علي منار صحيح قلطت في حقنا انا وانتي لكن هي دلوقتي متمرمطة في الشارع وحلتها تصعب عليك كافة طب انت عايزة نعمل ايه يا ماما قولي الباسل يشوف لهم اي مكان يعيش فيه او يشغل البيت نوارة عنده اهن كن عملنا فيهم خير باسل اه تمام هحاول يا ماما وهي مستعدة تعتذلك وتبص راسك كمان ان كان هي ولا نوارة مالوش جايا يا ماما انا اصلا نسيتهم بصراحة هم قالوا انهم جايين كمان شوية حاضر يا ماما هستقبلهم وبعد حوالي ساعتين منار جايا من برا وبتعيت وبتعيت وهي بتحضن امر وامر كانت مد ديئة وهي بتفكر في والاهانة والضرب اللي عاشتهم معهم وما نربض معه مزيفة امر يا بنتي انا اسفع لكل اللي اعملت فيك بس ربنا مش بيرضى بالظلم وانا ظلمتك وربنا جابلك حقك عسما هو هو السبب لا وكما نعايز يعتد عليك بس انت ما يردكيش ان انا واختك نترمى في الشارع ما هي نوارة برضو فيما ماختك الكبيرة طبعا هي اختي ونوارة حضرت امر وفضلت تعيات بغلة وحقد انا اسفع لكل اللي عملت فيك يا حبيبتي بجد ما عرفتش امتك الا لما تبهدلت وتمرمت في الشوارع خلاص يا نوارة اهدي وان شاء الله هنلاقي لها حل وفي مكتب حسين طبعا يا بنتي ممكن يفضلوا هنا لحد ما يلاقوا مكان يعيشوا فيه انا متشكرة جدا يا عمي مش خايفة منهم يا امر دول اتنين يتسببوا في ازيتك ودلوقتي بيلجأوا لك بس عشان محتاجينك انا عارفة يا عمي بس ربما اللي عملوا ده يكون بداية جديدة بيننا الدنيا رحلة قصيرة وانا قررت اسامح واتغضع عن اخطأهم ربنا يديك على قد دنيتك يا بنتي وبعد وقت طويل امر كانت نايمة في هدوء وببقضتها تفتح بالراحة جدا ونيرا دخلت وهي شايلة سلة مقفولة وبتسمت بشر اول ما شافت امر نايمة وراحت نحية السرير واعدت على رقبتها وفتحت السلة بهدوء وبتخرج منها افعة ونيرا بعدت بخوف وبتسمت بشر وكان في السلة ازاز مقصور حطته على الارض وبصت لها بانتصار وخرجت بشوش من القوضة لكن اتصدمت بحد انت بتعمل ايه هنا ونورة بابتسامة خبيثة كده اسمه غباء هو ممكن تخرج من القوضة ونيرا بصت لها بشك وهي ابتسمت فيه المفتاح القوضة دي ونيرا تلعت نسخة من المفتاح ونورة اخدته ويفلت القوضة بالمفتاح ونيرا بصخرية واضح ان فيه امور مشتركة بنا تقريبا كده واللي اتنين بعدوا عن القوضة وسبق امر مع مصرها المجهور وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده يا ترى امر هيحصل لها ايه ويا ترى هتسلم من التعبان ولا لا ونيرا ونورة هيعملوا ايه كل ده واكتر هتعرفوا في الحلقة الجاية انتظرونا ولا وسل معنا لاخر الحلقة ما ينساش دعمنا باللايك والكومنت الحلو اللي بيفرحني دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته